دوري هنا ان نعرف الناس كلها شكل بلدي وقيمة بلدي وجمال وحلاوة بلدي لنا بتاع كلام كتير ولنا بتاع صوت عالي خالص انا بتاع صورة بتاع دليل بتاع اتقان فدوري هنا ان انا اوصل الصورة اللي بتكون غايبة انا واحد من الناس تقريبا لفت العالم كله بحكم ان انا كنت لعيب وكنت اداري وا 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 وكنت بشوف الصورة الظالمة اللي بتتصدر عن مصر وكنت دايما ناعد اقول يعني اي حد قبله اقوله من فضلكم لو سمحته نظموا حاجات كبيرة توصل صورتنا الحقيقة للعالم كله كنت بتكلم في مجالي بالفعل التلات اربع سنين اللي فاتوا لما حضرتك ترجع كده بدماغك او بذاكرتك للخلف هتلاقينا روحنا على بطولة الامم الافريقية اللي قالوا الكاميرون ما ينفعش اتنظمها خدناها في اربع شهور اعملنا حاجة ولا اروع ولما بتكلم على كاس الامم الافريقية بتكلم انه لعبة محترفين من كل انحاء العالم يعني كان عندنا سادي وماني نجم رفربول كان عندنا ديمبلي نجم برشلونة كان عندنا اسماء عظيمة رياض محرز نجم المان سيتي وافضل اقول لك اسماء كبيرة جدا جدا في العالم كله نجوم مدربين ولاعبين ومسؤولين واعلاميين نقلوا الصورة دي الصورة كانت مبهرة والصورة دايما احسن من مليون كلمة فده كان دورنا وعملنا هنا الحقيقة نقل ولكنه كان ارضي لكنه عملنا نقل كان محترم وجبنا عدد كبير من السادة المحللين المحترمين اللي غطوها بشكل اكتر من ممتاز وبعدين عملنا بقى شوية احداث في بطولات مختلفة لحد ما البلد رهنت على كاس العالم لكرت اليد الرهانة على كاس العالم لكرت اليد الرهان صعب جدا جدا لانه انت بتتكلم في جائحة من اول امريكا اعظم دولة في العالم لحد اصغر دولة في العالم بتسرخ من الاصابات من الوفيات من 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 حاجات كثيرة جدا واحنا كبلد بنتعرض بصراحة لحملات ممنهجة منظمة بشكل غير عادي من على السوشيال ميديا ومن بعض القنوات ومن بعض البرامج وربنا يا رب يهدي الجميع يا رب ان شاء الله والامور تصبح افضل بكتير فاحنا كاعلام دورنا ان احنا نوصل لك الصورة اللي انت بتشوفها دي اللي يا رب كل واحد مصري بيشوفها في خارج مصر وفي داخل مصر يشيرها ويبعتها لانه ما انفعش بتاع اوريجوي يشيروها وبتاع البرازيلي شيروها رودريجو بتاع البرازيل لما جيه هنا مع المنتخب الالومبي البرازيلي قاعد يصور ويبعت لما راح محل كشري قاعد يصور ويبعت فيبالك وانت بتبص على الجمال وعلى الحلاوة دي انت بتكلم في اليابان وبتكلم في الارجنتين وبتكلم في البرازيل وبتكلم في الدنمارك وبتكلم في المانيا بتكلم في بولندا وبتكلم في روسيا وبتكلم في اوروبا معظمها وفي امريكا الجنوبية وفي افريقيا وفي اسيا بتكلم منورك في مصر معظم دول العالم اخواننا من العالم العربي اخواننا من تونس اخواننا من البحرين اخواننا من قطر وزملائنا وأعزقنا وأصدقائنا وكل حاجة لما بتشوف صورة المنتخب الألماني وهم بيشيروها ووراهم الأهرامات بالشكل ده انت كمصر شيرها وانت تقول الناس لما تشوف صورة المنتخب الياباني وهو على البحر في برج العرب هو على البحر في السحل الشمالي لما بتشوف صورة المنتخب الروسي هم مش مصدقين ان مصر بتجو ده وبالجمال ده وبالحلاوة دي بتشوف المنتخبات المختلفة من أولها لآخرها بالشكل ده الإبهار المشكلة ان احنا دايماً بنكلم نفسنا والمطلوب ان احنا بس نصدر صورتنا الحلوة مش لازم صورتنا كل شوية واحد كاره واحد حاقد واحد هارب يفضل ليشوه فيها اهم هم اللي بيشيرو مش انا اللي بشير هم اللي بيبعتوا مش انا اللي بابعت بس المطلوب ان احنا نبعت البرازيل دي العاصمة الإدارية اللي خدت هجوم كبير جداً جداً حضرتك كور الناس برتغال في العاصمة الإدارية بص الإضاءة وراء شكلها عاملة ازاي انا بقولكش دافع عن بلدك خالص انا بقولك وضح صورة بلدك مش اكتر ولا يقل بلد بتبني نفسها من جديد وبلد بتنظم بطلاط ما فيها احلى من كده ولا فيها اروع من كده ولا فيها اجمل من كده يعني ده دورنا اللي احنا لازم نقوله فرنسا بصوا الهرام كلهم عايزين الهرام يبقى باين قاعدين في الفندق في قلب الهرامات ده واحد من البرتغال يعني بيتراقص وسعيد جداً انه الهرامات خلفه صورة هو هيحطها فيه ارشيفه طول الامر طبعاً لعبة كوريا والجو والشكل والحاجات دي كلها من فضلك وشيروا على قد ما تقدروا مش لازم تشير حاجة مش حلوة ده ده كل واحد هرم هما كل واحد بيقارن نفسه بهرم لانه سعيد جداً ان خلفيته الاهرامات ده عامل فيها ابو الهول انتوا فاهمين المعنى ده اللي لازم نوصله على فكرة لو خدنا البطولة يبقى جميل بس احنا خدنا البطولة من قبل ما تبدأ احنا كمصر خدنا البطولة الاعلام والشغل اللي معمول في اون تايم سبورسو اللي معمول في الاعلام المصري الهائل كله تلت قنوات شغالة على البطولة والزملاء المخرجين والمعلقين والمحللين والمقدمين والفنيين وكل الناس عاملة شغل جامد جداً من فضلك انصف بلدك نور بلدك خلي بلدك تبقى نورة بيك ور الناس الصورة الحقيقة لمصر كل الشكر للزميل عزيز فصل زدان وحسام جميل وهند شبير ومحمد جمال على هذا المجهود الجميل بالمناسبة